اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاراق الاضمة واللي سموهم وكلاء المطجعية السبب من هذه الدعوة هو بانه يقولون لطيف يحيى شهر بينا ولفق قصص علينا واحنا ما عدنا لا املاك ولا عدنا اي شيء يثبت اللي تكلم به على كل القنوات والصفحات وهذا التشهير بمرجع ديني يعتبر بمقام البابا في الفاتيكان وكليشة طويلة عريضة وبالختام طالبين تعويض 20 مليون باون عن تقريبا 25 مليون دولار فضحكت قلت له شنو اللي هسه مطلوب مني قللي الدعوة هذي من صالحنا لان تعرفون حضراتكم قبل سنة احنا رفعنا دعوة على عائلة السبتة تنغاني وكل المضاجع اللي موجودين في بريطانيا واتهمنا الحكومة البريطانية مباشرة بدعم هذه المضاجع وبتلفيق القصص على ما يسمى بالديمقراطية والحرية وانه لازم المضاجع الاعلى يكون مقدس ومحد يلزمه واحد يمسك به او يتكلم معه ف اكثير من الاخوة والاخوات كتبوا بانه شنو اللي صار من هذه الدعوة وكان لازم بشهر الثاني يعني تتحركون حسب ما قلت اي نعم احنا تعرفون هذا قضاء بريطاني وهذا قضاء ما عدنا سيطرة عليه يأتي الموعد واحنا اللي علينا الروح بالموعد اللي صار رحنا في موعد المحكمة وكان المحامي الخاص بالسبتة تنغاني والعصابة مات محضر كليشة بانه في حالة مع كورونا ويصعب السفر وكذا 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 الخريط مالتهم وطالب بتأجيل المحكمة لحد عسى ولعل يكون السفر مفتوح ويجون الشهود ويجون المزجع وغيره وهذول اللي احنا مشتكين عليهم اما ذول المتواجدين في بريطانيا فاللي كاتب تقرير طبي بانه موجود او المسافر او اللي ما يقدر يجي بسبب المع كورونا والاسباب الصحية بس اللي لفت نظرنا في طلب محامي المضجعية اللي اتقدم بطلب التأجيل بانه رافق تقرير طبي وهذا التقرير الطبي اللي راح يفضح ويكشف عدم موجود المسجعية نهائيا طبعا قمت بترجمت اليوم يعني حس سريع حتى اقول للكم شنو اللي صار هذا التقرير الطبي اللي فضح كذب وزيف وتلفيق ما يسمى بانه المسجع الاعلى عايش والمسجع الاعلى قابل البابا والمسجع الاعلى عمل كذا وعمل كذا اما الذيول اللي صار لهم كم يوم شايطين شايطين تعرفون شنو شايطين على القنوات وعلى الصفحات هذا لطيف يحيى الداعشي والبعثي والممول من السعودية وقطر وتركيا مبقى مبقى دولة بالعالم ما مولت لطيف يحيى فالتقرير شي يقول يعني هذا ترجمة يعني هو طبعا مكتوب مستشفى الكفيل تقرير من مستشفى الكفيل كتاب تأييد لمن يهمه الامر طبعا هذا يعني بعد ما ترجمته لانا الانجليزي يختلف باللغة العربية عن الترجمة من تصير للعربية نؤيد ان سماحة السيد علي السستاني قد اصيبه بجلقة دماغية بتاريخ 16 3 2011 اسمعوا يا ناس جلطة دماغية في 16 3 2011 الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة مساء وقد اثرت هذه الجلطة على حركته اسمعوا وبسببها اصيب بالشلل بشلل تام دا تسمعون 2011 انصاب بجلطة وهذه الجلطة جعلت منه او صار بشلل تام وفقدان النطق هو على سوشان يغرد على مدار الساعة يوميا طالع طلع راسه من الشباك ويقعد يغرد ومثل البلبل الفتان وفقد النطق وحاليا هو لا يستطيع عمل اي شيء او التحرك او السفر او النطق دا تسمعون يا ناس يعني ما يتحرك ما يتكلم شلل تام ولا يطوط ولا يصوفر ولا يرمش وهو الآن في العناية المركزة يعني حاطي على جهاز وهذا كتاب تأييد من ادارة مستشفانا يؤيد حالة وصحة السيد علي السستاني في مستشفانا الدكتور كرار عبدالحسين الزرفي شلل تام ما ينطق هو على اساس يعني كان 24 ساعة صاعد على المنبر وصوته مبحوح والدواب اللي تتبعه مصدقين اكو شيء اسمه سبتة تنقاني والاكثر من هذا انا اليوم اتصلت بمستشفى الكفيل وطلبت اتكلم مع الدكتور كرار عبدالحسين الزرفي انتظر واصبر ولحظة وفي النهاية اكتشفت ماكو طبيب اسمه كرار عبدالحسين الزرفي في هذا المستشفى وهذا يوثق كلامنا اللي قلنا بانه هذه المضجعية بدت تنحصر في دائرة وب مكان يصعب بعد عليها تكذب على الناس وتلفق القصص وتلفق الفساول اللي يعطيها مضجعهم وانكشف الامر بانه لا يوجد شيء اسمه سستاني راح يطلعون الديول كالعادة ويقول لك المضجع الاصلي شفتو طلاع قابل البابا وحشوية وصافحة وكان اجتماع مطول يا بهاي مفتهم اذا هذا ناخذ التقرير هذا بصحته فانه مضجعكم الاعلى انصاب بشلل تام في 16 3 2011 وفي حالة عدم اثبات هذا التقرير اللي تم تقديمه الى المحكمة الالية في بريطانيا فهنا المحكمة رح تعتبر هذا الكتاب مزور وتعرفون القانون هنا في بريطانيا شغلة التزوير صعبة طيب هذا الكلام هس انا اوجه الى ابن محمد رضا السبتة تنقاني اذا انت كنت وراء هذا التقرير اللي قدمت للمحامماتك والمحاممات تقام باعطاء الى المحكمة الالية فانت شريك بالجريمة واذا كان هذا التقرير اجبرت او لفقت من قبل مستشفاكم وهو مستشفى خاص بالمضجعية الكفيل فهذا يعتبر اول عملية نصب واحتيال عالمية ما صايرة بتاريخ العالم بانه يكذبون كذبة على مدى منطع السنة ويبقون ماشين بها يجمعون الاموال ويجمعون الخمس واموال العتبات الحسينية والعباسية واموال الاضرحة واموال الخمس واموال العراق كله تم سرقته بشي ما موجود على هذه الحياة اللي احنا عاشيها طيب احنا نصدق هسه بمستشفى الكفيل اللي كتبة التقرير باللغة الانجليزية وطبعا الانجليزي كان مات يخرب ضحك وتقديمه الى المحاكم البريطانية على اساس بانه شهادة تثبت بانه هذا السبت تنغاني لا يستطيع السفر بسبب الجلطة والشلل اللي موجود بيه وعدم النطق يعني ما الى فايدة اذا وصل للمحكمة هذا في حالة اذا كان عايش زين واذا المحكمة اخذت بهذا التقرير ونعتبر بانه السبتة تنغاني ما موجود مثل ما قام بعض الدواب اللي تصلوا بهنا وهناك يستفسرون على القضية طبعا انت من راح تسأل تسأل هذول ما يسمى بالخوئي مجمعات الخوئي والسبتة تنغاني طبعا ما راح يقولوا لك مرفوعة قضية علينا لان هذا اول شي راح يسيء للنائلهم والناس الدواب اللي تدفع الفلوس وتدعم هذه المجمعات او التجمعات ما راح تدفع راح يقطعون هذا راح تقطع رزقهم انت سألوني بعض الاخوة شنو صار من قضية ياسر الحبيب انا رجعوا للفيديوهات ما قلت انا رافع دعوة على ياسر الحبيب قلت راح اقوم برفع دعوة ونطلب دعمكم هذا الكلام اللي قلته ليش لما قلت دعوة السبتة تنغاني لان تخص العراق وتخص الشعب العراقي انا متكفل بمصاريفه كعراقي ما عندي اي مشكلة بس اذا شغلة اتهم امة المليار اللي سموها اهل التقوى واهل الصلاة واهل المريد نكمل حتى الديو لاي اخذوها من عدنا ويقول لك هذا كافر وملحد فقلت فقلت راح نرفع دعوة اذا كمل ادنا مبلغ معين وهو المطلوب لرفع دعوة مثل هذه اللي قال انت نصاب وجمعت اموال وجمعت كذا واخذت فلوس يا بأ لا اخذت فلوس ولا جمعت اموال وهذه التبرعات موجودة على صفحة محاكمة ياسر الحبيب لا لزمتها ولا دخلة جي بي واللي قالوا بانه لانسغيت اللي هي شركة بالمليارات من الدولارات هي تابعة اللطيف يحي يعريت يعريت شركة لانسغيت تابعة الي زين هذه التلفيقات وهذه القصص والجيوش المجيشة يعني صار طبعا اكثر من سنة هذه الجيوش مجيشة ضد لطيف يحي ما بقوا لا عرض هتكوا لا بقى شي ما سووا لا بقى تلفيقات وقصص ما رهموها وسووها ما بقى شي ما تهموني بي ما بقى جريمة مصيبة كارثة يعني حتى الكرة الارضية وهذا الوباء والكورونا والمع كورونا والمعروف شنو كلها دبوها براس لطيف يحي ليش لان لطيف يحي جرذير المضجعية لان لطيف يحي بدأ يعري ويكشف للناس اللي حتى هي تتبع المضاجع بانه هذول ناس سراق وحرامية ودمروا البلد يا ناس يا عالم اللي عايش في بريطانيا يعرف اسئلوا ما تسئلون الديول اسئلوا الناس اللي عايش في بريطانيا ما بقى شي في بريطانيا ما اشتروا اقسم بالله ما بقى شي ما قاموا ويدخلون يشترون بيوت يطبون يقول لك الشارع كله باي سعر باي سعر اشتروا هذول الناس اللي انتوا قاعد تدفعولهم خموس ومسوميهم خط احمر وخط قلقلي وخط ازرق وخط معرف شنو وتاج راسك لا تحكي لا تحكي يبوقك ينتهك عرضك يدمرك يدمر بلدك لا تحكي لا تفتح حلقك هذا هذا مقدس هذا ابن الرسول ابن الزهرة هذا هذا مو ابن زهرة هذا ابن الزفرة هذا هذول الناس سراق حرامية قتلة هذا السبت تنقاني اللي ما موجود ابنه وقاسم المقبور سليماني اللي سووا هذا الجهاد الوقافي اللي سموه يقولولي انت ليش تغلط ليش تحكي ليش تقول هذا الالفاظ انا لو اكو بالقاموس ما الفشار اخس واقدر من هذه الكلمات لكان استخدمتها بدون مستحة وبدون اي تحفظ ليش لان ذولا يستهلون يستهلون اقدر ما تواجد وموجود في كل قواميس العالم لانناس لاعدهم خوفة الله لاعدهم شي اسمه آل البيت اللي بسبب هم يتاجرون بهذا القضية ولا شفت اخس وانذل من ذوله ولا شفت احقر واجرم من ذوله باسم الحسين قتلونه باسم العباس سرقونه باسم علي بن بي طالب نهبه البلد باسم المهدي لمون الخمس والله الامام من يطلع حتى لا يطلع خالي الايدين زين انتو تقولون المهدي رح يطلع ويعم السلام وماكو شي اسمه سرقة زين المهدي اذا طلع شي يسوي بالفلوس ش رح يسوي بهذا الفلوس صار لكم الف واربعمائة سنة تجمعون خمس من اذول المطايا اللي يتبعوكم مع جل احترامي للمطي لان المطي بي فائدة تستفاد من عنده اقلها مفيد للبشرية الف واربعمائة سنة انتو تتبعون عمائم هتكوا اعراضكم سرقوا اموالكم دمروا بلدانكم لعبوا طوبة بيكم بس انت ما تلزمه ولا تحكيوية لان هذا مضجع لان هذا مقدس هذا ابن رسول الله هذا ابن الزهرة يعني مثلا واحد مثل مقتدى السطل هو هذا ابن الزهرة واحد مثل السبتة تنقاني خريج او ولادة القرعة هذا ابن فاطمة وعلي ابن بي طالب انتو شخليتوا لعدل الاسلام انتو دا الطيحون حظ آل البيت حاشاهم بهذه الكلمات ونسبكم الفارغ لآل البيت وتقولون دولا من آل البيت واحد ايراني عجمي صاقط علي ابن بي طالب وآل بيت الرسول عرب اقحاح من الحجاز ومن الجزيرة العربية جابهم على دولة ويطلعوا لي الغربان ودولة الزبالات يقول لك لا فرق بين عرابيا وعجمي لا اكو فرق اكو فرق المصيبة المصيبة حتى علماء السنة غالبيتهم مجوس يعني انا من اقعد اصفن الغالبية مجوس في وقت الرسول وفي عهد الرسول وما بعد الرسول وين العرب ليش العرب ما قاعدوا وكتبوا كل هذا الكتب ليش اللي يكون فارسي ولا افغاني ولا كذا يعني العرب كانوا جهلة لو العلم ما واصلهم لو ما تابعين رسول الله اللي هو عربي منهم وبيهم ليش كلهم الغالبية الكتب المعتمدة عليها في السنة اللي كاتبهم فارسي افغاني اذربيجاني ما اعرف مين زين وين الكتب العربية ما تدخل بالدين بس هي هذه الحقيقة يعني احنا من نقول المجوس يطلعوا لك يقول لك فلان مجوسي وانتو تتبعوه هذا سني او هذا كذا معروس شنو وهو هذا الفعل هذا فعلا حقيقة يعني احنا ما نغالط نفسنا ويطلع لك واحد ثاني ويقول لك انا كذا وانا ابن نسل علي ابن ابي طالب وانا نسل ما يولد من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد عالم يعني كل من هو من آل البيت يعني كأنه معصوم مثل ما تقولون معصوم على شنو معصوم معصوم من منو ماك واحد معصوم الرسول اللي هو ابوهم وجدهم كلهم يقول لك انا مو معصوم يقول لك انا بشر اللي يختلف بيني وبينك انا عندي وحيو حائلي بس انا ما معصوم من الغلط زين ياهو الاحسن انت للرسول اللي داي يقول لك انا مو معصوم فكيف جدت العصمة لآل بيته فكيف جدت العصمة لمضاجع دمرت البلدان وما دخلوا في مكان اللي خربوه ودمرو وجهلو ووصلو الى قاع الحضين ويطلع لي يقول لك هذا مرجع خط حمر لا يعني صار لهم اكثر من تقريبا شهر حامين حمامهم على قناة لطيف يحيى وصفحات وما بخليش بحيث حتى وصل بيهم الامر استخدموا هذا القدر اللي عمري وحياتي ما حبيت لان اعرفه وان شاء الله قريبا راح اسوي حلقات عننا واستضيف لثلاث اشخاص اللي اعرفوه هذا الشخص هذا حميد عبد الله اللي ابو قناة ما عروف شنو اللي مسويها وقاعد يحشي لك بالوطنيات ومسمي نفسه مؤرخ تاريخي وقال النظام البعث وسقوط البعث انا عندي فيديو اليه ومحملة موجود عندي اذكر الهي الشون قاعد على اليوتيوب ويتبتش بتش ويقول والله دا حاول جهدي يشتركوا بقناتي على متوصل كذا مرحلة ويبقى ويبدي اليوتيوب يدفع الفلوس لان الوضعية مو زينة عندي عندي الفيديو موجود وهس مسوي نفسه مناضل وخيست كلها عندي بحيث هذا استعملوه حتى زين وسوي شكوى على قناتي البارحة وخلي سوي شكوى قسما بالله يا عبد الحميد عبد الله اذا ما افضحك فضيحة الله ثلاث اشخاص اللي عرفوك من كنت تصيح بالروح بالدم ولا تقول ما تشينت بعثي ولا تقول انا ما كتب التقارير هذولا راح يطلعون ويايا على الهواء صوت وصورة راح يطلون سكنك في العراق وكان كنت منتمي الى وين وكيف كنت تكتب تقاريرك وكيف وصلت الى الخشلوق ومن الخشلوق الى هسه امامك الاعلى خميس الكنغر وانت كل هاي سوالفك ما راح تفيدك امكيف ترى ما شوف انت همزين ما عندك قناة فضائية وانا كنت اكلت العالم هي قناة على اليوتيوب ما اخذ نفسك ونافخ نفسك والنظام السابق انا مو دفاعا عن النظام السابق النظام السابق بيه حسنات وسيئات وانا حاجة في بديوات كثيرة وبدون اي تملق او اه يعني تغيير للحقائق حتيت اللي على النظام وحتيت اللي للنظام بس اتحداك يا عبد الحميد عبد الله تطلع في قناتك هذه وتحتي لك على واحد من قادة الميليشيات او اطلع اخياسه او وثائق الاجرام والقتل والنهب اللي دي يصير بالعراق اتحداك تحدي تعرف ليش هذه التقية اللي انت قاعد تستخدمها والناس للأسف واقولها للأسف جهاز المخابرات العراقي ولو هو كل شي كان مخترق وكل شي بيّن بعض الاحتلال لا بقت مبادئ ولا بقت اخلاق ولا بقت يعني اي شي اي شي نهائيا كل انتهى ويحشي ويقول انا وانا زين انت مقاعد هذه قناتك انت لازم تقعد اذا تصلي يوميا تضرب لك اربع ركع شكر الى صدام حسين ليش لو لا صدام حسين قناتك كان محد يعرفها ولا الطقاقة محد يشتريك لا انت ولا غيرك بس انت تنخبش وللأسف ما يدي يزودوك بالوثائق ويعطوك الفيديوهات مع الاسف كانوا من اجهزة الامنية اللي كانت نسميها محترمة يعطوك وثائق ويعطوك فيديوهات وتعتبرها حصريا بس هذول الاغبياء والله ما سميهم اغبياء سميهم منتفعين مثلك يعني منش نتتوسل على اليوتيوب يدعموني يدعموني بلك حتى يعني نحصل لنا كم فلس تجينا من اليوتيوب بعدين جرك خميس الكنغر اللي هو ابن ايران وهس قاعد تغريت ومسوي نفسك مؤرخ بس حاولنا بشدة الطرق نحترمك بس ناس مثلكم قسما بالله مثقفكم اخيسهم من الجاه المالدكم نرجع الى قضية السبتة تنغاني بسبب هذه الطعون او العروض اللي اعرضها محاميهم تم تعجيل المحكمة لشهر التاسع بحجة المع كورونا وبحجة كثرة الشهود اللي طرفنا او طرفهم جايبة والمحكمة ما تقدر تستوعب هذا العدد حتى لو قسمناهم عشر شهود باليوم هم رح يستغرق سنوات حتى نخلص هذه القضية فهذه الافلام هذه الافلام ما رح تنتهي ويا بريطانيا شوفوا بريطانيا اسست المضاجع واسست السيخ في الهند كافلام ما بيها نقطة راسطر هذول الناس تأبوا كل دول العالم يعرفون شون يدخلون يعرفون كيف يدخلون بالبلدان ويحتلوها ويجهلون شعبها وينهبون ثرواتها تما تشوفون بريطانيا شون هسا لفت الدنيا عليهم كارما رجعت افترت الدنيا عليهم بعد خروجهم من الاتحاد الاوروبي هسا اسكوتلندا قاعدت تطالب بالانفصال وبعدها ويلز وبعدها فلان يعني بريطانيا رح تتقسم ورح تنتهي شون ما سوت بكل دول العالم قسمتها وجعلتها فروع الها وعينت المشايخ والرؤساء وبتمويل او غير تمويل ونهبة الثروات رجعت هسا عليهم وبدأ التقسيم في بريطانيا وبدأ افلاس الخزينة البريطانية يعني الان اذا اتفرج على اخبار يوميا داي صيحون بانه الخزينة فرغت الخزينة فرغت وقاعد ما يقرفون بعد شي يسوون والاغلاق ما داي يقدرون يفتحوه لان منتشر الوباء والشغلات ما داي يقرفون شون يسووها ويطلعون بكل قباحة وجه مثل حكومة العراق او عصابة العراق يصيحون احنا حكومة ناجحة واللي عملنا عملنا بريطانيا يسألوني هما بالتحقيق ويايا انت ليش ما ترجع للعراق انت مو كن ضوط صدام حسين قلت لهم في بطن عيني ارجع بس طلعوا اللعابات البوبيت اللي حطيتوهم حكام على العراق هذول اللي معينيهم حكومة تعرفون الرجنو يقول لدولة عراقية الاصل قلت له لا لان القانون البريطاني لما تاخذ الجنسية تقسم الولاء الى الملكة يعني انت مو عراقي بعد زين اذا دولة عراقيين ليش عوائلهم كلهم موجودة في بريطانيا ليش دائما يحاولون اموالهم لبريطانيا يعني يعرفون رح يجي اليوم اللي ينسحلون به ورح يجي اليوم اللي مو طردتهم اذا طبعا واحد طلع منهم سالم رح يرجعون الامهم وهنا يعني واحد خبل مثل هذا الجعفري اللي كان هنا ثلاثين سنة عايش على المساعدات بحيث مر بال على نفسه في مكتب المساعدات يقول لهم انا ما اقدر افعل على نفسي لان نقصه لخمسين باون من الايجار يطلع يجي عينو رئيس وزراء بالعراق وهذا هسه بالمليارات يملك هنا في بريطانيا وبريطانيا انا كشخص عادي هسه اذا اروح الى البنك ومعايا خمسة الاف باون اريد اودعها في حسابي فدع عشرين ثلاثين ورقة رح امليها والاسئلة والاجوبة الى مخابر والشرطة عليها وفي حالة عدم اثبات ملكية هذا المال يتم مصادرته لذلك انتو يا حكومة بريطانيا منتجون وتشوفون هذه المليارات قاعدت تدفق الى حسابات ناس كانت عايشة على المساعدات وما تفتحون حالكم وهذه المؤسسات اللي يسموها خيرية بين قوسين اللي انتو كنتوا تمولوها وتدعموها بحجة هي charity او ما يسمى يعني شركة او شغلة يعني charity والله نسيتها من العربي اي شغلات والله شغلات افتهموها زين منظمة خيرية زين انتو كنتوا تدعمون هذي كيف بين يوم وليلة منظمة خيرية صير عدها مليارات بين يوم وليلة ابو المحل اللي كان عنده محل صغير كشك مأجرة يتحول المحل الى عشرة وخمس طعش سوبر ماركت فخم وابو اللي ذهب يتحول محلة من محل ذهب الى 30 محل ذهب وبالكيلوات ما سألتوا لو انتم مستغبين او تدغابون بس انتم ما تهتمون ليش لان عمركم ما احترمتوا او اعتبرتوا العراقي او الافريقي او العربي او المسلم او اي شخص خارج بريطانيا هو بشر فينقتل يندبح ينصل تنسرق اموالك ويقول لك طبك مرر احنا ما نشغل بيك بس من يريدون يهجمون على بلداننا يجيشون الجيوش وللأسف يجيشون اول شي العرب وقنواتهم الرخيصة وصحافتهم الصفراء للتجيش ضد بلداننا وبعدها باسم الحرية وباسم الديمقراطية وباسم تحرير الشعب يجون يحتلون ويطيحون حظ البلد ويسرقوه وينهبوه وبعدها يقول لك احنا طبقنا الديمقراطية شوفوا القنوات البريطانية قاعدة تفرج عليها حشة افريقيا هسا قالت ليبيا سوريا دق على سوريا ليش لأن عندهم عداوة ويا الروس ولأن الروس داخل سوريا يوميا تشوف سوريا بالاخبار شوفوا الازدواجية في بريطانيا يعني بريطانيا تبيع اسلحة الى السعودية والسعودية تروح تضرب الحوثيين او في اليمن او كذا من جهة ثانية بين اعلان واعلان في القنوات البريطانية يطلعون صور هذول المساكين الاطفال اليمنين ميتين جوع صارين هيكل عظمي ادعمونا حتى نوكل اليمنين يعني انتوا تبيعون سلاحة حتى يقتلون ذول الناس ومن الناس يحون دعمونا واعطونا او تبرعوا ان على مود نوكل هذي الناس هذول الدول هذه الغربية وبالتحديد بريطانيا عايشة على هذه السوالف عايشة على دمك ودمي وما يهمها شي يصير بالبولدان انا لا دا اسب دولة دا تكلم على العرب الاجانب طز بيهم وبالدين مالتهم اذا عدهم دين طبعا بس انا دا تكلم على دولة ان كانوا عرب ان كانوا بالعراق ان كانوا مغيبين او حتى ذيول افتحوا عقلكم ترى الثروات اللي عدنا قسما بالله هدول يعني لو نقعد اللفه هجغاير لحد ما نموت ما تخلص بس يراد لنا واحد شهم واحد ابو غيرة ما يقعد يترس جيوبه يقعد يفكر انا شابني بالبصرة حتى اسوي نفس اللي بنيته بالبصرة اسوي بزاخه انا شبنيت بدياله ابني بالرمادي وعلى كل المحافظات وروح ازور الفقير قبل الغني واللي صيح لي بالروح بالدم اعلق بباب بيته حتى نقطع اللواقع ونقطع اي شيء اسمه تمجيد وصناعة الطغات والطغيان في العراق بهذه الطريقة انت تبني بلد بس مو تتصفق لي السستاني ورافع صوره والصدر وعمار وفلان وعلان انت شون تريد تبني بلد بهذوله اللي لا بنولك بيت ولا اطلقوا وكرموا هذول الشهداء الناس اللي راحت على اساس تحارب داعش وتجي وتقول لي ان يقدسهم الارامل الايتام ترسوا العراق ما شفنا مضجع طلع شفنا والله يعني واحد يحكي الحق جماعة قداوي مقتدسطل طلعوا يوزعون كيلو طماطا وخيار العوائل الشهداء زين وبعدي هذول الايتام يقعدون ياكلون كيلو طماطا زين وانا ملبسهم وانا سترهم وانا ام الجهال اللي خليتوها تبيع نفسها باسم المتعة وما متعة ويقول لك حلال ما بقيتوا عرض ما انتهكتوا ما بقيتوا شي ما انتهكتوا بس لطيف الاحية اذا يحكي تصيحوا له خفيف يحية وتقصيحوا له ما ادري شنو وتصيحوا له وتلفقونه قصص ويطلعوا لفلان وعلان وهذا طلع وطلعناه بالتلفزيون وزينا عندك شي صار لسنوات احشي عندك شي طلع اثبته يعني مو بس كلام اثبت ولهذا من اقول صار عملية اغتيال اطلع صحيفة اطلع خبر بالتلفزيون اعني قابلت فلانة حط صورتها حط كده ازاي انتو تقولون كل هذه التلفيقات علي وانتو الدولة بيتكم وكل ملفات المخابرات والجهاز من الخاص ولا من العامة حطوها يمكم هي طلعوا لي وثيقة صورة اي شي ضد لطيف يحيا اقسم بالله اروح اسلم نفسي للحكومة العراقية ولو ما اعترف بيها بس هذا التلفيق وهذا الكلام الفارغ والقصص والمطاية اللي تتابع هذه الحلقات اللي يطلعون بيها يوميا وثابحين وفلان ولطيف وهذا فلان شي وابنه نغل وابنه ما عرف شنو ازاي انتو اولاد حلال حتى تقولون على ابن نغل روحوا فحصوا انتو ابوكم اذا طلع هذا ابوكم هذا شعر بيها زينا كافي كافي هذا شروقي هذا كردي هذا مسيحي هذا معادي ارتقوا الشروقي ابن البلد المعادي ابن البلد الكردي ابن البلد المسيحي تركماني اي طائفة قومية اسمه عراقي عار عليك وخزي عليك وعلى عائلتك وعشيرتك الى يوم الدين تعاير ابن بلدك بس من تجي تحجي عالذيول هذا لي مجد القويل العمر وذاك يمجد الولي السفيه لا هذا تسب وتنعى الوالدة وانويك بس ابن بلدك مو صوشة مو صوشة انولد فقير مو صوشة ما كمل تعليمه مو صوشة هاذي عقليته وفكرة محدود الصوش المجتمع الصوش اهله الصوش الظروف اللي مر بيها او اهله مروا بيهم يقولولي الشيعة دافعت عن العراق ثمان سنوات حرب ايران والله عمي اني شاهد وارفع ايدي للسماوات عمي حقهم وصحيح غالبية الجيش العراقي اللي حارب ايران كان من الشيعة بس شيعة اراقي اصلاء واليزيدي والصابعي والمسيحي والكردي والعربي لكل اطياف الشعب العراقي لما كنا احنا ضباط وجنود في الجيش العراقي محهد كان يقول هذا فلان هذا علان كنا كنا نقول هذا العراق وندافع عنه وحاملين العلم العراقي بس بعد الديمقراطية احنا في العراق اكو صفة اخصصفة بغالبية العراقين وهي صفة التعالي والتكبر على الطرف الاخر هذا ابن فلان هذا معرف شنو هذا شروقي هذا كردي يقولولي انت كردي جابك علينا الا شو الكردي مو عراقي يعني شنو شغلة شنو كانوا فلان ومين اجوي احنا لو انغرب للعراق كلما يطلع واحد الف نقول خمسة الاف عراقي اصلي كل هذه البلدان اللي انت ساكنين بيها وخاصة بالغرب ما اطلق لجوب اطلق جنسية حسبوك مواطن وانت ابن بلدك اللي مولود في البلد ابن عن جد انت كردي اجابك علينا انت روح الكردستان وهذا انت شروقي اجابك علينا وهذا انت هذه الصفة تشيلوها منعتكم وتبقون اتباعون على العراق عراقي بدون ما اتباعون على الدين او طائفته او قوميته او فقير او غني ذاك الوقت راح تشوفون الله يرجع مرة ثانية على العراق ويدير بال عليه هسة الله راح من العراق لان الكفر والالحاد والتكبر والنهب والسرقات خلى الله يشيل من فوق العراق اللي كفرني يقول حرام انا هذا صفتي انا انا داحشيها انا ادخل النار مو انت انا داحشي اللي بقلبي بسبب الالحاد وبسبب الخزعبلات والتشبث بالبشر وعبادتهم وترك رب العالمين الله شال راح شاف لدولة او دول تحترم الناس وتحترم قيمهم وتقاليدهم ويقول لك شعب همج مثل هذا اللي موجود بالعراق انا شي لشغلة بي اشي يكفرون بي ويروحون بعدين يشربون وبعدين يحط السجادة يصلي شعب متناقض ما يعرف شي يريد مرة يصلي مرة يكفر وحشاية والثانية وراح طلعها خطيب بت الخايبة هذي مرتب البيت لو يقتلها لو يشبعها كتل لو يلزم النعال ودق بالجهال هذي بطولاتهم هذا اللي عشنا وشفنا ودنشوفه بالعالم العراقي غيروا يعني اذا ما تغيرون نفسكم ترى لا لطيف ولا رب لطيف ولا ابو لطيف ولا اي واحد رح يغيركم انت غير نفسك والله العظيم لو ارجع على 30 سنة اللي قبل وعقلية هسه لا انا انا انسان ولدت من جدة وجديد غيرت كل شي حياة السيستم مالي كله غيرته غيرته الغرب مو كله موزين اخذت الشغلات الحلوة من بلدي والقيم الحلوة والاخلاق الحلوة مزجتها مع الاخلاق والشغلات الحلوة بالغرب وكونت شخصية اسمه شخصية لطيف يحية شخصية جديدة مو لطيف يحية اللي كان بالعراق ولا اللي شغلة به اصلا كتلته ونهيته من زمان ولا انا مصلح اجتماعي حتى اصلحك وتقول لي لا تقعد تتفلسف علي لا والله ما تفلسف ده اطيك تجربة عسى ولا على تفيدك في المستقبل في النهاية اللي يطيكم قبتلكم قضية انا ماشي بيها بس ما اقعد يومية اسوي لكم ندوة شنو سويت وشنو ما سويت يلا وين هالقضية يابا انت دعرف امور بريطانيا اول شي واعرف بانه انا هسه هذا المكان اللي قاعد بي ما الي حق اكثر من ثلاثة كيلومتر امشي داير ما دايره شون تريدني انا يومية اروح للمحكمة اللي تبعد عني ساعتين ونص شون اطلع اطلع يومية اعني والمحامين ما ملتقين الا عبر التليفون هو يشوفني انا يشوفه والرسائل بياناتنا زين هي المحكمة مقبطة وماذا يقرفون سجونهم حتى متروسة قاموا ما يسجنون العالم يعني ما عدم سجون بعد تكفي وانت تجي وين المحكمة انت شذاب لا عنده صورة لا عنده اسم حقيقي انت شذاب جيوش الكترونية وهذا اللي يقول على مود هذا ياسر الخبيث يا با والله القضية امشيها انا مستغرب حتى لا اطول عليكم انتوا قاعدوا طالبون بشر واحد اسمه لطيف يحية اخوكم صديقكم عدوكم شو تريدون تحسبو حسبو انا اريد اسأل سؤال ليش انتوا اللي قاعدة تسألون لطيف يحية وين صارت القضية على الاقل حتى نقول احشايا لطيف يحية طلع قال اسوي قضية على ياسر الحبيب طلعت على الاقل زلمة رجال قلتها عتبي على حكام السعودية ومصر والامارات والبحرين وقطر والسودان واريترية وموريتانيا وكل هذه الدول المسلمة والغنية ما شفناكم يا ابطال يا قادة العرب والمسلمين باستخدمتوا علاقاتكم اللي مع بريطانيا وبالتحديد دول الخليج لمحاكمة ياسر الحبيب اللي على مدار الساعة يسيب ام المؤمنين اللي انتو يعني مآمنين بهذا ام المؤمنين صحابة الرسول ما بقى تلفيق قصص افلام ما سوا وهذا طبعا بالقانون البريطاني وحاسب عليه ما شفنا مؤخرة قائد عربي اهتزت شواربه والف رحمة على ذاك الرجال اللي يقول شوكت تهتز الشوارب يا ابو عدي الشوارب ما بقت الشوارب الزينت بعد ما تهتز بقت لشعيط ومعيط وأمير فلان وشيخ فلان وملك فلان والرئيس الفلان فوين هم دول القادة ما اهتزت شواربهم شوية ان كانوا ولاة الامر او رؤساء الدول او شيوخ ومشايخ الخليج ما قدروا يحركون دعوة ويأجرون اكبر عوفوا لطيف يحية اكبر محاميين في بريطانيا وينعلون والد والدين هذا ياسر الخبيث فليش تلومون لطيف يحية راقضين على هالمقروض في النهاية الله يحفظ العراق ويحفظ كل اهلنا الطيبين ان كانوا في الخليج في بلدنا العراق المنكوب المحتل وكل محب للعراق والله يستر على كل نساء العراق المظلومات اللي متواجدات في العراق وفي المهجر وما نقول الا الله يطيع حظ الزيول وحظ مراجعهم وحظ اللي يتبعوهم يا عبدة البشر صيروا اوادم نهايتكم ان شاء الله تكون يعني مسح حتى الديان اي مالتكم من الكرة الارضية تحياتي للجميع ونشوفكم على خير